كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة ستاسم العقلك حركة قوية بالساعات القادمة بالنسبة للبيتكوين بالتزامن مع بيانات سي بي آي الأمريكي كيف رح تعامل أنت مع السوق يوم غد وشو هي أهم المناطق والسيناريوهات يلي لازم تركز عليها بالبيتكوين كل هذا رح نناقش بهالفيديو إذا أول مرة بتشوفني ومهتم بالعملات الرقمية والسوق الكريبتو وتمنيمناك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أيضا تنضم لقناتنا على التليجرام وتتركنا تعليق على هالفيديو ممكن تكون أحد الرابحين لمسابقاتنا اليومي خلينا ننتقل للتفاصيل يوم غد أصدقاء عشرة بالشهر رح تصدر بيانات جدا مهمة الساعة 12 ونصف بتوقيت GMT حسبها على توقيتك البيانات جدا مهمة ورح تحدث حركة قوية في جميع الأسواق في الغالب الحركة هاي رح تأسر بشكل مباشر على DXY رح نتخذ قرار هل رح نكسر هالترينج ونتوجه للأعلى ولا رح نكسر الدعم المهمة 101 ويتم الكسر للأسفل والأسواق تنتعش كل هذا رح تحدده بيانات يوم غد بيانات يوم غد عشرة بالشهر ساعة 12 ونصف توقيت GMT النسبة المتوقعة هي 4.9 أي لا تغيير يسكر يعني شفنا من لما كان التضخم بأعلى مستوياته كنا دائما في هبوط التضخم كان دائما في هبوط ولو بعض الأشهر عد علينا هبوط طفيف في نسبة التضخم لكن كل الأشهر شفناها في انخفاض ولا شهر شفناها التضخم مرتفع حاليا النسبة المتوقعة بالنسبة للخبراء 4.9 يعني النسبة تكون قريبة من الخمسة نفس النسبة اللي صارت لما كنا بال6.4 ونفس النسبة اللي كنا بال8.2 إذن أنا شاركت كون على شارت البيتكوين حطينا التاريخ وحطينا كيف كان تفاعل البيتكوين بالسابق مع بيانات تضخم إذن عنا 6 شهور كان تفاعل بيتكوين إيجابي هل راح نشوف بهالمرة تفاعل إيجابي ولا راح تكون البيانات مخيبة للأمل هلأ ممكن يكون الهبوط هذا اللي كان بالأيام الماضية هو استعداد المستثمرين داخل سوق الكريبتو الحيتان الكبار استعدادهم لبيانات سلبية وهذا اللي ممكن يكسرنا هالنموزج هذا ويفعلنا نموزج الرأس والكتفين اللي هدفوا 24800 هذا اللي راح يحكمه البيانات اللي راح تصدر هلأ في الغالب الحركة الكبيرة راح نشوفها إذا كانت أعلى من نسبة 5% إذا كانت 5.3 5.4 5.5 في الغالب راح نشوف حركة سلبية في الأسواق أما إذا شفناها أقل من 4.9 راح نشوف حركة إيجابية بالأسواق إذا كانت النسبة 5% أو 4.9 أنا ما بتوقع يكون في حركة تذكر بالأسواق ما في أي تغير راح يكون لكن الحركة القوية راح تكون أما أكتر من 5% راح يكون أمر سلبية للأسواق أو أقل من 4.9 ورح يكون إيجابي للأسواق مهم جدا صديقي تراقب صدور النسبة راح ننقلها على قناة تليجرام بتمنى منك تنضام لقناة تليجرام بالنسبة للبيتكوين أصدقاء حكينا بمناطق 29 ألف عن نموذج الرأس والكتفين يلي بيستهدف الـ 24800 لحد الآن ما تفعل هالنموذج لازم تحذر صديقي أنه المنطقة هاي كلها ما فيها فوليوم فوليوم ضعيف ما بنقدر نعتمد عليها أقرب مناطق دعم مناطق ممكن ترد السعر في حال دوان أسفل مناطق 27 ألف هي مناطق 24800 للـ 25 ألف هي المنطقة القادمة كيف راح نتعامل مع الأسواق يوم إعلان الـ CPI يوم غد هلا في الغالب إذا شفنا هبوط سريع لمناطق 26500 طبعا خبرتكنا بالسابق واضي أوردر عند مناطق 27 ألف لكن قررت إلغي هالأوردر وشوف بيانات التضخم أولا راح شوف أنا كيف راح يتفاعل السوق مع بيانات التضخم في الغالب إذا شفنا هبوط لمناطق 26500 وشفنا عودة سريعة بموجة قوية على مناطق 27200 واتدولنا عليها في الغالب لحنا وجدنا الدعم المناسب بمناطق 26400 لكن إذا شفنا هبوط لمناطق 26400 بعدها ارتداد ضعيف وما قدرنا نسبة على مناطق 27100 للأسف لحنا كسرنا النموذج هذا وبعدها ما رجعنا أعلى وهيك راح يتأكد الهبوط لمناطق 25200 للـ 24800 إذا راقب الحركة راقب النتيجة من المهم أنه تراقب النتيجة أهم من الحركة اللي راح تصير إذا شفنا هبوط للـ 26400 والعودة سريعة بقوة هذا ارتداد وممكن نستفاد منه بصفقات مضاربة أما إذا شفنا الارتداد كان ضعيف وبقينا نتداول عند مناطق 26500 للأسف لحنا مكملين هبوط المنطقة هاي منطقة ضعيفة في الفوليوم ما فينا نعتمد عليها لكن ممكن تصير عملية لكوة سريعة والارتداد بقوة ممكن نحكم عن هذا الارتداد هذا مع النسبة اللي راح تصدر يوم غد إذا نهيك وصلنا نهاية الفيديو أصدقاء تمنين العجابكم خلينا نتقل إلى الفيديو السابق حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومي هذا هو الفيديو اللي عملناه يوم أمس راح ناخد رابط الفيديو نتوجه بعدها لموقعنا اللي بناخد منه التعليقات بشكل عشوائي نحط الفيديو هون شيل التعليقات المتكررة نشوف كم تعليق كان مشارك معنا ضمن الفيديو عنا تقريبا 146 شخص مشارك معنا شكرا جدا لتفاعلكم خلينا نشوف اسم الرابح إذا هذا هو اسم الرابح بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائستو إلى اللقاء